تالت عالم النهاردة للسنة التانية رايحين بتولة العالم ونلعب السوبر الافريقي ربنا يكرمنا ان شاء الله بالسوبر الافريقي ويكرمنا بالدوري ويعادل انجاز بتاع السنة اللي فاتت مستر مسماني الحقيقة يعني عمل شغل كبير جدا وعمل انجاز كبير ورد على المشككين طيب نيجي الكابتساد عبدالحفيز كابتساد عبدالحفيز اللي كثيرا بينسى دوره ولكن كابتساد عبدالحفيز نجح بشكل كبير لاعادة الانضباط في الفريق نجح بشكل كبير لاعادة الهارموني جوه الفريق الضبط قدت اللبس حب اللعبة بينها وبن بعض كابتساد عبدالحفيز دوره كبير جدا 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 كابتساد عبدالحفيز الحقيقة من الاهلوية انا على المستوى الشخصي يعني كليه الشرف التعامل معاه بيحب النادي جدا سواء جوه النادي او برا النادي فما بالك بتشتغل مع الكائن اللي انت بتحبه كابتساد عبدالحفيز بنقدم له من هنا تحية كبيرة يا كابتساد احنا كبرنامج الابطال عمرنا ابدا ما هننسى دورك وننسى ابدا اللي انت بتعمله في الفريق ونتمنى لك كل التوفيق وان انت دايما تبقى لك نظرة ثاقبة كابتساد عبدالحفيز لنظرة ثاقبة في اللعيبة والتجربة ثبتت ذلك انه بيقول وبيختار نوعية لعيبة معينة بشخصية معينة وبيزبط هرمون الفريق وبيزبط قدت اللبس خلينا نقول على اللعبين نروح على اللعبين طبعا اللعبين اللي موجودين في نادي الاهلي الحمد لله احنا محظوظين عندنا مجموعة من اللعبين قبل ما يكون هربطنا بالكلام ده كله ولكن قبل ما نكلم عن اللعيبة اللعيبة الفنية نكلم عن ناحية الفنية لعيبة صغيرة في السن اكتسبت خبرات كبيرة بالرغم من صغر سنه امبرح فيه تلات لعيبة بالاضافة الكابتن الشناوي راحوا على توكيو بيشاركوا بشكل اساسي مع الفريق الفريق سنه صغير وفيه حتى المحترفين بتوقنا يمكن باستثناء علي معلول كل الاجانب اللي موجودين صغار جدا في السن اكتسبوا خبرات كبيرة جدا خلال سنة ونص فاذا كل يتوقع يا رب يحميهم الاصابات الخمس ست سنين جايين سواء محمد الشريف طاهر يعني توفيق كل اللعيبة الصغيرة اللي اكتسبت خبرات خمس ست سنين جايين ان شاء الله احنا برضو بصينا على القرى الافريقية لا احنا خمس ست سنين ان شاء الله قدام احنا باذن الله هيبقى لينا كلمة كبيرة جدا في الفترة اللي جاية خلينا اتكلم بقى عن الحب اللي ما بين اللعيبة خلينا اتكلم عن مشهدين امبارح مشهدين بيدلوا على الروح اللي جوه النادي في استلام المديليات امبارح شفنا مين اللي بدأ الاول اللي احتياطين كلهم اللي ما لعبوش في المباراة هم اللي تلقوا الاول استلموا مديلياته واللعيبة والجهاز الاداري اصروا ان اللي يبقى على منصة التايتويج الاول اللي ما شاركوش والمصابين دي اول لقطة تاني لقطة النادي الاهلي سافر باللعيبة كلها حتى المصابين 28 لعب مصاب 28 لعب شاركو منهم المصابين انا اسف طبعا 28 لعب البعثة منهم المصابين يعني النادي الاهلي اصر بكل قوة ان اللعيبة المصابة تكون مشاركة مبارح في الاحتفالية دي وان يكون لهم دور وان يكونوا موجودين ده بيعلي الروح جدا يا جماعة بيعلي الروح جدا وهو ده اللي مخلي قط اللبس في النادي الاهلي عالية جدا المشهد الجبيل بقى الأخران اللي حابا باختم بيه وهو كابتن الشناوي إده رقم 10 او قهد رقم 10 باسم اللاعبين كابتن شناوي هو كابتن الفريق فلما بيهدي شيء بيهديه باسمه وباسم اللاعبين لما يقدم تي شيرت عليه رقم 10 وعليه اسمه طبعا أستورتنا قال كابتن محمود الخطيب بيبو برقم 10 اللي هي البطول رقم 10 هو ده المشهد ده اللي هو رقم 10 واكيد دي كانت مفاجأة كابتن محمود الخطيب مش محضر ليه ده ولا حد عارف ان ده هيحصل رقم عشرة هيه ليه البطولة العشرة كابتن محمود الخطيب اه الشناوي بيهديه البطولة مش هتلاقي مش هتلاقي ده في اي نادي تاني يعني ما فيه اندية كسبة بطولة افريقيا بس ما شفناش التناغم ما بين الادارة وما بين اللاعبين ما بين كابتن الفريق واللعيبة والادارة الحقيقة كان منظر مبارح جميل وخلي بقى يعني واضحة كابتن بيبو رقم عشرة ودي البطولة عشرة واضحة مش محتاجة تفسير ولكن الروح الجميلة اللي ظهرت بها اللعيبة وهي بتحضن كابتن محمود الخطيب كالرئيس النادي يعني سمفونية جميلة جدا فيه ضبط وربط في الفريق بس فيه حب فيه عدل فتلاقي المكسب ويكفي ان الاشهادة بتجيلك من حتى منافسينك حتى احنا ممكن يقولوا احنا قناة النادي الاهلي فبنشيد بالانجاز والكلام ده كله ولكن عندما تأتي الاشهادة من خصمك او من اللي بينفسوك لا دي معناها كبير جدا والنادي الاهلي الحقيقة يعني فرحنا يعني مش بس مطش مبارح لا احنا بقلنا سنتين عايشين حالة حلوة الحمد لله حالة جميلة حالة تخليك بيبقى واثق ان النادي الاهلي نازل ان شاء الله هيكسب خلينا فاكرين احنا ما كانش الحالة دي جات لنا حتى كنا بنوصل فينال يعني مرة واثنين بس ما كانش عندنا الصقة دي ان احنا نكسب ولسه على فكرة زي ما قلت لكم لسه ان شاء الله الخمس ست سنين جانين يا رب يبعد عننا الاصابات ويبعد عن النادي اي حاجة وحشة لسه في كتير ونوعية اللعيبة وشخصياتها مش من اللعيبة اللي بتتغر بالمكسب مثلا لا سامح الله او اللعيبة بتفكر انه خلاص كده شبعنا خلاص بطولات اللعيبة دي الفرحة ما تعدتش قط اللبس ولما رجعنا بيوم بعد كده بيفكروا في اللي بعده ولو ما كانش ده اللي فيك شخصية اللعبين وده الكابتن سايدة عبدالحفيز بيزرعه في اي لعب لسه جاي جديد شخصية النادي الاهلي انت كسبت بطولة وكابتن محمود الخطيب في كل مناسبة خلاص ما بنبلغش في الفرحة جمهور النادي الاهلي مبارح والله يا جماعة حاجة جميلة جدا جمهور النادي الاهلي مبارح بعد صفارة الحكم بيقولك ال11 يعني جمهور النادي الاهلي بيقولك ال11 يا اهلي يعني حتى الروح دي وحتى الفكر ده انتقل لجمهين النادي الاهلي وان ان انت بتفكر كمان بيقولك يا رب السوبر لا بيفكروا بعض عندنا الدوري الاول يعني حتى الشخصية دي موجودة في لعبة النادي الاهلي وجهازه فما تقلقوش على الفرقة دي الفرقة حتى بتخلص بطولة بتقفل الصفحة بتفكر في البطولة اللي بعدية واحنا ان شاء الله منتظرين منهم الكثير لسه عندنا بطولة الدوري وفيها كلام كتير ان شاء الله بطولة الدوري وفيها تحديات صعبة ولكن الرجال اللي قدها عندنا بعد كده ان شاء الله مطش السوبر عندنا كاس العالم الاندية بيعجبني انه انه مش فكرة المكسب النادي الاهلي مش بيفرح او جمهور النادي الاهلي مش بيفرح بمكسب مطش او اداء مباراة او هدف حلو تاني النادي الاهلي وجمهوره ما بيفرحش ابدا بمكسب مباراة او كرة حلوة او اداء مشرف او جن حلو لا بيفرح بمكسب بطولة